ونبدأ مع بعض الوصفة الثانية من الفرنش فرايز عندي الزيت هنا على النار أعزائي بقى سخن قوي والطاسة اللي حنعمل فيها السوس عادة الفرنش فرايز نقليها على طول عادي وطبعا ممكن نقليها على طول عادي بس تعالوا نلعب بقى ونجرب حاجات مع بعض عندي أهيل فرايز وحاولت ما أجيبش رفايعة قوي قوي عشان رسى حطها في السوس فنش عايزها تتكسر جدا نعمل الخليط مع بعض عندي هنا لا أهو طبق حنحط فيه الآتي خمس معالق دقيقة أنا بجرب ترند موجود على السوشال ميديا خمس معالق نشا بيتحط لهم شوية سمسم بيتحط لهم حنحط التوم والجنزبيل بس بعد ما نحط الميا ما كانوش كاتبين مقادير الميا بس الخليط كان خفيف قوي هلنعنكيب بس مضرب السلك الخليط كان خفيف جدا فهبتدي أزود الميا عشان أوصل لقوام الخليط اللي شفته نقلب لحط بالتدريج نقلب قلنا خمس معالق دقيقة كبيرة خمس معالق نشا كبيرة أيوه الخليط كان أخف من ده بشوية بسيطة نقلب كويس شوف أخف ولا أتقل إنه أنا عايزها يغطي البطاطس محتاج رشة هتنحط شوية دقيقة محتاج يبقى قوام ويمسك كده على البطاطس هحط شوية نشوف أيوه كده حسا ممكن يمسك على البطاطس هتحطت له شوية جنزبيل تازة وتوم تازة لو مش حابين حطوا الباودر ثوم والجنزبيل قلت لكم النهاردة لترانس دي ايجين عشان كده هتلاقوا التوم والجنزبيل شوية جنزبيل شوية ثوم رشة ملح ثاني شوية عشان تطلع والسيزند ورشة فلفل أسود دلوقتي نخلطهم كويس وناخد البطاطس ننزلها هنا دي اللقطة اللي شدتني بالتراند أصلا يعني كل تراند فيه لقطة زي ما بنقول اللي بتخليها لها بابيلارتي لحظة كده معينة في الوصفة تقول ايه ده انا عايز اجرب الخلطة دي انا عايز الملقات اهو والمقصوصة نقلب البطاطس شايفين اهي الخليط بيلزق عليها حنقليها ونعمل جنبها السوس حتى نطلعها من الزيت على السوس على السوس في كاتشوب البطاطس تحب الكاتشوب كاتشوب بس هياخد شوية نكهة سكر عشان يبقى ايجن وحياخد ممكن نحط سويت شيلي شوية حراء هاتو وصوية طبعا عشان الملح إلى الزيت نبتدي ننزلها كده بسم الله ونشوف تأثير الخليط ده مع بعض على البطاطس ليه ممكن بطاطس فروزن؟ لانه هي بتبقى قل مستوية يعني تبقى اصلا واخدة سوى بسيط يعني مش بسيط تبقى فضلها شوية في السوى مش عايز البطاطس تفور مش هعمل كمية كبيرة فهي مع الخليط ده هيتحمر اكيد بسرعة فأكيد لازم تبقى مش نية تعالوا نشوف هيتحمر الكوتينج اللي عليها زي التنفورة إذا تعالوا نعمل السوس مع بعض الطاصة دي بتسخن على النار هنحط معلقتين كاتشف هنحط شوية هوت سوس هنحط شوية سويا سوس وممكن تحطوا سكر أو عسل هنحط شويت شيلي سوس لو مش عايزين سويت شيلي سوس ممكن تحطوا عسل بسويت شيلي سوس بسويت شيلي سوس ممكن تكتفوا بيه على فكرة نقلبها ونسيبها تسخن وتاخد توم و جنزبيل قلنا احنا التوم والجنزبيل موجود في الاثنين الجنزبيل والتوم الشكلة عطتلي على زيزة يا جماعة وحنحبها وندبس نبقى عايزين نعملها على طول هاتوا بس هنا شايفين كرنشي عالي الحرارة نقلب السوس يسخن على النار السوس ده خطير لو حطينا فيه فراخ مقلية أو حطينا فيه جنباري مقلي يطلع طعمه رائع سويت حرق مسكر حادق من السوية جنزبيل وتوم يعني لا اخفي عليكم المطبخ الاسيوي بالنسبة لي عظيم عظيم في التوازن تعالوا نطلع ده من هنا نشوف قرر بتاخد لون اكتر ما دا عايزة اسمعكم الصوت على فكرة ارمشتها مش طبيعية شايفين وانا مش هشيل على فكرة دول هاخدهم من العجينة المقليين بيطلعوا خطار يعني دول حتى في المطاعم لما بيعملوا التنبورة بيشيلوهم بحطوهم كرنشي كده على وش السلطات طيب انا محطتش كمية كبيرة عشان انا مزودة زيت في التاصل وقبل كده فار الزيت على الهواء فاكريني كنتروله وانتوا قمتم فكريني بيها في كل مناسبة فلما يكون الزيت مرتفع ما نحطش كمية بذات لما بتبقى تضارب بالحرارة كبير فبتفور عشان نبقى السوس اهو بيغلي البطاطس على وشك نحضر طبق التقديم اهو هشوف الكمية هناخد الطبق ده ولا ده عندي بصل اخضر وسمسم اول ما يطلعوا جلوسي كده وستيكي السوس بيبقى استيكي نرش عليه يلا بينا نروح من هنا على هنا من الدار للنار او من النار للنار في الحالة دي هناخد كل العجينة اللي تقرمشت وتقلت دي هي على فكرة المطاعم اللي منروح عليها ومنقول واو عندهم اختراع خطير ما جربنوش قبل كده هي الاختراعات تيجي كده من التجربة تعالوا نقلب البطاطس بالسوس يا لهوي الريحة تجنن يومي يعني على فكرة ليتي مؤخرا المطبخ الاسيوي عمل ترينز كتير يعني الشعب تحب الاختراعات كل الاختراعات دي لنا منين من الصين و من اليابان فهم اللي هيخترعوا لنا في الاكل كمان يلا بينا جاهزين التقديم كنترول هنا او هنا انا بقول هنا عشان تبقى مليانة مستنتش الرد حتى شكلها يا مي طيب الجارنش بقى تعالوا اشيل ده على جانب الجارنش سمسم وبصل اخضر خلطة كده بقولوا ماتش ميدن هيفن شكلها اصلا مش فرايز يعني اول ما يجيلكم الطبق ده في المطعم مش هت يخطر على بالكم انه فرايز صح؟ انا عايزة شوبستيكس بس ممكن ادوق بالشوبستيكس عشان اعيش اللحظة تدوني ثانية كنترول اجيب شوبستيكس ندوق بعد ان نطلع فاصل عندي شوبستيكس هنا مفروض موجود مفروض اهي وجدتها مش موجودة طيب عندي حاجة شبهة شوبستيكس هدوق فيها برضه ناخد قطعة كده ناخد واحدة اصغر شوية لهم كبار يلا ندوق نقول بسم الله وهمية البطاطس مقرمشة من بره من جوه مستوية قوي عشان كده هي بتبقى مستوية السوس يا جماعة هو الحكاية السوس ده لو تحط على كوسة مقلية على مشرم على فراخة على لحمة عظيم اللي بحب الاكل الاسيوي ولا ما بحبوش لازم نجرب التبقى نطلع فاصل ونجرب لترند اللي بعدها ستندون موسيقى 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 موسيقى